السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا و السلام كل بسمعني معكم الاستواصفاء من قناة تيوك للمساعدة الاول مرة وعجب الفيديو لا ينسى اشتركوا في القناة اليوم بإذن الله تعبير حواري بين الابن والاب عن المسيرة الخضراء موجود في قناة تيوك تعبير كثير عن المسيرة الخضراء وطلب مني موضوع نص حواري عن الحوار بين الاب والابن عن المسيرة الخضراء مقدمة وخاتمة مقدمة ذات يوم ان نضار حوار بين الاب وابن عن المسيرة الخضراء مقدمة سطر كده بسيط الحوار القائم بين الشخصيات اللي هما ابن والاب اترك فراغ بديت المقدمة اترك فراغ ايضا بديت العرض الحوار القائم الابن ابي او والدي هل تعرف ان اليوم هو يوم المسيرة الخضراء الابو نعم اعرف الابن ما هي اهميتها بالنسبة للمغرب طبعا الموضوع هنا مغربي لابناء المغرب يا رب تعجبكم تستفيدوا منه ما هي اهميتها بالنسبة للمغرب الابو المسيرة الخضراء هي حدث تاريخي مهم في المغرب يمثل رمزا للوحدة الوطنية المغربية والتعبير عن ارادة الشعب المغربي في الحرية والاستقلال الابن وكيف حدثت الابو في يوم 6 نوفمبر 1975 ميلادية دعا دعا الملك الراحل دعا دعا الملك الراحل الحسن الثاني المغربة الى المشارقة في مسيرة سلمية الى الصحراء المغربية استعادتها من الاحتلال الاسباني وخرج ملايين المغربة من جميع انحاء البلاد وصاروا نحو الصحراء يحملون العالم المغربي ومطالبين باستعادة صحرائهم الابن وماذا حدث بعد ذلك الابو استسلمت اسبانيا للضغوط المغربية ووفقت على مغادرة الصحراء وبذلك استعاد المغرب صحرائي واصبح بلدا كاملا الابن هذا رائع حقا الابو نعم انه رائع بالفعل المسيرة الخضراء هي حدث عظيم في تاريخ المغرب ويجب ان نفخر بها جميعا الابن انا فخور من المسيرة الخضراء وافتخر بوطني المغرب الابو وانا فخور بك ايضا لانك تهتم بتاريخ وطنيك الابن هل حضرت المسيرة الخضراء الابو لا لم احضرها لم احضرها لاني كنت صغير ولكنني سمعت عنها وقرأت عنها كثيرا الابن هل كنت ترغب في المشاركة فيها الابو؟ بالطبع نعم بالطبع نعم بالطبع نعم كنت ارغب في المشاركة ولكنني لم اتمكن من ذلك الخاتمة اترك فراغ مسافة كلمة الخاتمة وفي الاخير شكر الابن الاب على كل ما قدمه من معلومات عن المسيرة الخضراء هنا النهاية شكر الابن لابيه عن المعلومات التي قدمها له حوار هنا اذا وجدتم ان الحوار طويل يمكنكم تلخيصيه بطريقتكم طبعا من وشرات الحوار نحنا بنوظف عنصر الزمان شخصيات المكان بنوظف ايضا في الحوار هنا العرض بنوظف الاساليب الانشائية والاسئلة السليب الانشائية مثلا تعجب اسلوب استفهام نضع علامات الاستفهام عند الاستفهام نضع نلتزم ايضا بعلمات ترقيم نقطين فوق بعض علامة التعجب ايضا نضحها فاصلات علامة الاستفهام شكرا جزيلا على حسن استماعيكم اذا اردتوا موضوع عن مسيرة الخضراء تعبيرك تابي عن مسيرة الخضراء موجود في القناة اكتب في البحث تعبير عن مسيرة الخضراء قناة تيوك ستظهر لك شكرا جزيلا على حسن استماعيكم دمتوا في رعية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة